استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف اجتماع تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية الأردنية والروسية الإقليمية الراهنة وجرى خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية التأكيد على أهمية النهوض بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية وركز اللقاء على الأوضاع في سوريا حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وأهمية اتفاق وقف إطلاق نار في جنوب غرب سوريا الذي تم التوصل إليه بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة كما تناول اللقاء الجهود التي تهدف لتحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لشعبها ترجمة نانسي قنقر